يعني هنا القيادة بالحزب الشيوعي كمال الكرار نعم يقول أن التسوية التي يراد تسويقها هي محاولة لإنتاج نفس الشراكة ونفس الأزمة السياسية نعم إذن هم حقون ولكن هناك ضغوط خارجية هل تعتقد بأنه يمكن أن يقبلوا بهذه التسوية مع أن هذا الاتفاق وقع عليه أكثر من تسعة وستين كيان سياسي في السوداء إذا كان فيه أنا أشك مش في هذه المعلومة هذه هي عبارة عن بروبوغاندا أنا كما ذكرت قبل قليل أفراد يمكن أن يقول تسعة وستين فرد يمكن لكن كيان سياسي هذا كلام ويدعاء ليس ما يدعمه من الواقع الحزب الشيوعي يعني حاولوا الضغط عليه مش حاولوا الضغط عليه فقط حاولوا كذلك شقه شقه كما شقه الاتحاد الأصل وأخذوا المسؤول السياسي بتاع الاتحاد الأصل والآن تم فصله والآن عودت محمد زمان مرغني في هذا الاتجاه تأتي رفضا لهذه المسألة وتم تصريح بصورة واضحة بهذه المسألة بالنظر إلى النتائج والتدعيات هل تعتقد بأن هذا الاتفاق يعني يجعل البرهان مجبرا على التخلي عن كل الامتيازات للمؤسسة العسكرية هو البرهان لا يدري هذا الذي يجري الآن هو استخدام البرهان في هذه المرحلة ضد القوة الآن أصبحت تمثل حضور واسع جدا في الشارع واللي هو القوة الوطنية إذا كان التوافق الوطني أو إذا كان نداء السودان أو غير من القوة المختلفة التي تمثل يريد استخدام البرهان ضد هذه القوة وبالتالي توقيع الاتفاق بعد أن يتم بعد ذلك محصلة نهائية بتفاصيلة هي التخلص من البرهان فالبرهان لا بد أن ينتبه لهذه المسألة ومشى البرهان فقط البرهان والقوات المسلحة والقوات المسلحة الآن هي التي تمثل صمام الأمان والتي هي أصبحت النقطة الوحيدة أو القوة الوحيدة التي يمكن أن يعتمد عليها السودان في الحفاظ على ما تبقى من السودان وما يستهدف بها السودان ولكن دكتور خالد الخطابات الأخيرة لعبد الفتاح البرهان حملت مخاوف كبيرة وكانت واضحة يبدو كأنه متخوف من عدم قدرته على تيسير أمور البلاد وأيضا من الاحتجاجات والأزمات التي تخرج في كل أنحاء البلاد التخوف الحقيقي والذي يعني جعله يتكلم في خطاب ويكون مرتدي مسدسه ويأشر على المسدس ويأتي في المرخيات ويستخدم مهارته طبعا ماهر جدا في الرماية وتنقل على الملأ في الإصابات بالنسبة للبالونات المختلفة وغيرة وغيرة في منها رسائل رسائل إلى بالتحديد هذه قناعتي أنا كنت في البداية أبحث عن السبب الذي يعني جعل البرهان أن يصدر مسدسك التصريحات لكن بعد المسرحيتين التي تمت في خطاب والتي تمت في المرخيات تأكد تماما أنه المكسود بصورة عامة اللي هو الراية العامة العسكري الذي يرفض ما يسير فيه البرهان وتم الرفض قبل ذلك بصورة مباشرة في المحاولة الإنقلابية التي قام بها بكراوي الآن هذه المسألة تطورة جدا وأكد هذه المسألة إحالة للشخصيتين من الشخصيات الإعلاميتين المربوطات بالقوات المسلحة واللي كانوا إلى حد كبير جدا ينافحوا ويدافعوا عن السودان واللي هم المستشار الإعلامي أبوهاية والذي نقلوا لسفارة لجدة والحوري الذي كان رئيس تحرير الصيفية للغاية المسلحة والذي نقله إلى منطقة الغتال في الفشقة نعم بصورة واضحة جدا أن الضغط في داخل المؤسسة العسكرية يعني أعدمر القبول للذي يسير فيه البرهان بعادزة هذه التسوية مرة أخرى وهي التي كانت واحدة من الأسباب التي يعني أدت لحركة بكراوي فبالتالي دراي أصيل في القوات المسلحة وبالتالي هذه الرسائل كانت موجهة بصورة واضحة جدا إلى القوات المسلحة ماذا؟